هذا يكثر الخطاب والوعاظ من عرض هذه الدنيا لربتلا وأنه لكن الخطيب نفسه قد لا يشعر قد لا يقرب هذا المعنى للعامة وهو فأهل البيت يركزون على مسألة ذم الدنيا والقرآن الكريم قبل أهل البيت يركز على ذم الدنيا لماذا؟ من الذي أخرج هؤلاء لقتل حسين؟ من؟ من؟ هؤلاء لأن الجيش الذي يخاطبهم أن الدنيا لم تجد أحدهم يريد زيادة مال زيادة سمعة زيادة مكانة اجتماعية هذه كم تستمر؟ افترض أن أفراد الجيش حصلوا على أموال كم تجد أعمارهم غالبا بين الخمسين والستين يعني أن عمروا أن زادت أعمارهم خمس أو عشر سنوات انظر الثمن الفادح الذي سيدي فمقابل هذه الخمس سنوات يخسر رضا الله ورضا رسوله ويخسرها الآخرة هذه الدنيا الدنيا ليست فقط أموال هي سمعة وشرف ورضا نفسي على النفس إذا شعر الشخص أنه منسج مع جماعته مع قبيلته مع أهل رأيه فهذه هي الدنيا ليست بالضرورة أن تكون ماد فالتحذير منها أيضا الإمام علي نص في خطبة أظن الخطبة الغراء فإن الدنيا رنق مشربها ردغ مشرعها يونق منظرها ويوبق مخبرها غرور حائل وظل زائل وسناد مائل حتى إذا أنس نافرها واطمأن ناكرها قمصت بأرجلها وقنصت بأحبولها وأقصدت بأسهمها وأعلقت المرأة أوهاق المنية قائدة له إلى ضنك المضجع ووحشة المرجع ومعاينة المحل وثواب العمل وكذلك الخلف يتبع السلف لا تقلع المنية اخترامة ولا يرعو الباقون اجترامة يحتذون أمثاله ويمضون أرساله إلى غاية الانتهاء وصيور الفناء ثم يقول طبعا أثناء الخطبة هذا المقطع عن الدنيا فعلا تجد الآن ما أن يتقاعد الشخص يعني يصل عمره خمسين ستين وهو يلهث خلف هذه الدنيا طبعا مشروع البحث بس الدنيا حتى تعرف تفاهتها ما أن يبلغ ستين سنة مثلا ويتقاعد حتى تبدأ الأمراض السكار والضغط وال هنا كلمة الإمام علي ويضعنا الإمام الحسين الركز الإمام علي يقول حتى إذا أنس ناثرها يعني الدنيا حتى إذا ارتع واطمأن ناكرها قمصت بأرجلها شبهها بالبهيم التي ترفص بأرجلها قمصت بأرجلها وقمصت بأحبلها وأقصدت بأسهمها وأعلقت المرأة أو هاق المنية أو هاق المنية حبال الموت أو حبال المنية قائدة له إلى ضنك المطجع وحشة المرجع ومعائنة المحل وثواب العمل لا فالمقصود الإمام الحسين كأنه يقول لهم وهو يحذرنا الدنيا كم ستعيشون بعدي قتلتموني الآن وأخذتم الدنيا والسمعة طي كم سيبقى الواحد منكم خمس سنوات عشر هل سيعمر أكثر ما عمر تجد الواحد منهم قد عمر أقل شيء خمسين سنة فهل سيعمر خمسين بعدها يضحي بالآخرة ونعيم وجنات وراحة نفسية ومعرفة أبدية كل هذا يضحي به من أجل السمعة أنهم يقولون شجاع ولا أنه أطاع السلطان ولا أنه قاد قومه ولا أنه أخذ مجموعة دراهم أو دنانير هذه خسارة خسارة عظيمة إذن فإذا وجدنا الدنيا الخطباء والوعاض يجب أن يفهموا لأن الناس اعتادوا على ذم الدنيا الدنيا لا بين لهم بين لهم لماذا كل واحد مننا كم سيعمر سينظر عمره كم فات من عمره يراه قليل هل سيعمر مثل عمره أو مثل عمره الآن مثل أنا عمري كذا هل سأعمر مثل هذا العمر إذن لماذا هذه الدنيا تمنعنا من الشهادة لله وتمنعنا من عبادة الله وتمنعنا من قول كلمة الحق وتمنعنا من الحرارة بكلمة العدل وحب الله وحب رسوله لماذا لا نعلن مثلا محبتنا البعض يحبون آل البيت سرا أنا عارف بعض الأخوة يفضل الإمام علي ويحب لكن يقول لماذا لا تخشى من الناس على أي اتحال هذه الدنيا خشية الناس ومالدنيا